أنا الدكتور حاتم العيشي أستاذ الأمراض الروماتيزمية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ومؤسس منصة دكتور حاتم العيشي لتدريب الأطباء في مجالات المهارات الإدارية اللي هي الصوفت سكيلز الفيديو ده أنا بخاطب فيه الأطباء عشان أقول لهم على خبر جميل جدا وهو أني بإذن الله ابتداء من يناير 2023 هبدأ بإذن الله مرة تانية أدرس دورة مهمة جدا لكل طبيب وهي دورة أسس وفنون التواصل بين الطبيب والمريض communication skills for effective doctor patient relationship الدورة دي أنا بدرسها دلوقتي ليه حوالي 20 سنة كان أطباء كتير بتسأل على موعدها على مدار الشهور اللي فاتت عشان يحضروها وإحنا هندرسها إما في قاعات وجها لوجه أو أونلاين وبالنسبة للأطباء اللي حابين يتعرفوا أكتر على أهمية دراسة التواصل بين الطبيب والمريض أحب أقول لهم تقديم وتعريف مختصر بيها الخدمة الطبيعية المثالية اللي ممكن يقدمها أي طبيب لمريضه عبارة عن جزئين مهمين كفاءة الطبيب في العلم اللي درسه وأتقن تطبيقه ودي في رأيه تشكل 50% من الطبيب المتكامل أو حتى أقل سن صغير ومهارة الطبيب في التواصل مع المريض ودي تشكل 50% من الطبيب المتكامل أو حتى أزياد سن صغير إيه اللي نقصده بمهارة الطبيب في التواصل؟ نقصد قدرته ومهارته في الاستقبال والإرسال في علاقته وفي تواصله مع المريض الاستقبال هنا مقصود به فهم شكوى المريض وتفاصيلها جيدا وأهم من كده تفهم واستعاب كل ما يقلق المريض بسبب مشكلته الصحية ودي بقى بتفرق من مريض لمريض وبتحدد سلوك المريض في أشياء كتيرة في مسيرة العلاج ونقصة بالإرسال قدرته على اكتساب ثقة المريض وتثقيفه وتطمينه والتعامل مع أسباب قلقه وتقديم الدعم النفسي والمعنوي اللازم له إذا كان على الكفاءة العلمية فهي موجودة بالفعل عند أطباء كتير لكن للأسف موضوع مهارات التواصل مع المريض لا الأطباء على دراية كافية بها في معظم الأحوال ولا التدريس النظامي في كليات الطب كان حاطتها على أجندته لسنوات طويلة قبل كده ضعف التواصل مع المريض ممكن يؤثر سلبا على العملية الطبية كلها باختصار مش كفاية أبدا أن كطبيب يكون عندي فقط فهم كويس للمكنة اللي اسمها جسم الإنسان لازم يبقى عندي الملكة بتاعة التعامل مع هذا الإنسان نفسه ملكة التواصل مع المريض وده اللي احنا بندرسه في دورة مهارات التواصل بين الطبيب والمريض لو حابب تاخد فكرة سريع عن أهم المواضيع في المنهج السيلبس اللي احنا بندرسه فأنا هعرضه هنا على شاشة أهو فيه في الأول جزء هاي بإنتروداكشن وده عن الكميونيكيشن بصفة عامة عن التواصل بصفة عامة ما بين البشر وليس الطبيب والمريض بالذات وبعد كده نبدأ واحدة واحدة ندخل على الجزئية بتاعة الطبيب والمريض ونتعرف على أسباب ضعف التواصل ما بينهم وإيه العوامل اللي بتحدد التواصل ده السكشن التمهيدي في الكورس بتاعنا بعد كده هنخش على السكشن التاني اللي هو قبل ما نشوف المريض التواصل مع المريض في حياء بيبدأ من قبل ما نشوف المريض انت نازل من بيتك لابس ايه نظام المعيد في العيادة عامل ازاي الموظفين اللي عندك عاملين ازاي مهنين ايه في التعامل معاهم المعيادة شكلها ايه المكان نضيف ازاي مترتب ازاي كل دي رسائل انت بترسلها للمريض من قبل ما تشوفه أصلا بعد كده نيجي للمريض بقى دخل الدكتور وازاي ايه الانترفيو ازاي الكمنيكيشن بيبدأ يحصل وازاي احنا بنبدأ نسلم عليه وبدأ نتعرف عليه ونبدأ نبدأ الحديث معاه ازاي عشان نبدأ نخش فيه تفاصيل التاريخ المرضي البيشنط انترفيو والهيستري تايكينج هيبقى ماشي ازاي بعد كده هنخش على بايزيك انترفيو سكلز الحاجات الاساسية البيزيك اللي انت بتدرسها لكل الناس كلهم يبقى عارفينها اه تفاصيل الكمنيكيشن ازاي لما تحول العينين اتحولهم ازاي لما تتكلم العين هاو يادرس دا بايشنت ازاي تشرح له الكاتالوج بتاعك لازم تدي الفكرة للمريض البروستس باي ويتش يورك بتشتغل ازاي ازاي تجمع الاجندة بتاعت اهم المشاكل المريض بيعاني منها مش لازم تكون على فكرة فيه حاجة بتبقى اهم مشاكل عندك وفيه برايوريتيز عند المريض ما هياش طبية مزعجة لكن مزعجة هو فلازم تجمع الاجندة بتاعت الحاجات دي كلها مع بعضها ازاي تسمع المريض listening is an art understanding the meaning of illness to the patient الادرنس التزام المريض بالادوية ازاي تقدر تاخد تاريخ مرضي تقدر تعرف الادرنس اخباره ايه ازاي تصقف المريض الناس اللي بتجيب لستة طويلة من الاعراض التعامل معها يبقى ازاي بشكل صحي المرافق بتاع المريض ناس اللي بتجيب انترنت كتير هم بيتضروا كتير من الحكاية دي ازاي انت تتعامل مع الموضوع ده بشكل صحي وانت اللي انت برضو انت المسؤول عن تسقيف المريض وتوجيهه وتصحيح الاخطاء دي كلها لهو معلومات مش مظبوطة اوي بعد كده بقى فيه لفل اعلى شوية بتاع المحترفين اللي هو ادفانست انتربيو سكيلز what if the patient does not really trust the doctor انت شايف ان التشخيص كذا بس العين شايف ان التشخيص وكذا communication مع الفاميلي setting boundaries دي حاجة مهمة جدا dealing with emotions anger with sadness with fear giving bad news it's an art اكيد طبعا لست طويلة من الحاجات اللي محتاجة درجة من احترافية شوية في التعامل مع المرضى الدورة دي الجمهور بتاعها مقدم الخدمة الصحية بصفة عامة درستها على مدار السنين لأطباء كتير جدا طبعا ولطلبة الطب وللتمريد واخصائيين العلاج الطبيعي وللصيادلة كمان لو حضرتك بتعمل في احد مجالات تقديم الخدمة الصحية وحابب تحضر الدورة الجاية سواء في القاعات اللي بدرس فيها face to face وجها لوجه او اونلاين على زوم هتبعت رسالة على الواتساب اللي ظهر على الشاشة وده واتساب اكاديمية حاتم العيش لتدريب الأطباء وكمان هسيب في التعليقات تفاصيل اكتر عن هذه الدورة وتفاصيل حضورها موسيقى 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 دراسة أسس وفنون التواصل بين الطبيب والمريض وإتقان التواصل مع المريض مجال أساسي لكل طبيب إكلينيكي والاستغناء عنه مش اختيار وحصولك على شهادات كتيرة دلوقتي زي الام ار سي بي مثلا وشهادات غيرها تانية مربوط بمعرفتك وإيجادتك لأسس التواصل مع المرضى على فكرة أنا كان ليشرف أني أكون الطبيب اللي أدخل دراسة مهارات التواصل لطلبة الطب بجامعة القاهرة كماد أساسية تدرس منذ عام 2018 أكبر اهتمام لأكاديمية دكتور حاتم العيش لتدريب الأطباء هو التدريب في مجالات الـ soft skills زي التخطيط والإدارة والتسويق والتواصل وكل ما له علاقة بهذه المجالات لأنها مجالات مهمة جدا لكنها مهمشة أو مش موجودة أصلا في تدريب الأطباء النظامي في معظم كلية الطب أشكركم وأتمنى أشوفكم بإذن الله في دورة communication skills for effective doctor patient relationship شكرا